أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برامج كوشك الصحافة والبداية بالعناوين صحيفة فرنسية المتمردون الحثيون يشكلون تهديدا خطيرا لسوق النفط العالمي والشرق الأوسط ترصد شوارع صنعاء مقابر وسجون وجوعة يموتون على الأرصفة الدي دابليو الألمانية تنشر لقاء فريد من نوعه رجال دين مسلمون وحخامات يهود يلتقون في مدينة إيطالية بدأت علاقة الانفصالين جنوب اليمن مع إيران تأخذ منحن عسكري بعد عام 1994 وخلال تلك الفترة بدأت إيران تمويل الحراك الجنوبي جزئيا إضافة إلى مخابرة دول عربية أخرى في ذلك العام غادر بدر الدين الحوثي الأب الروحي لجماعة الحوثي المسلحة إلى إيران خوفا من السلطات كان مؤيدا لمحاولات الانفصال جنوب اليمن والتي حدثت عام 1994 وفقا لتقرير نشره موقع يمن مونيتور بعنوان الانتقال الجنوبي بندقية للتأجير ووفقا للموقع فإن القادة الانفصاليين الذين يخدمون في المجلس الانتقالي لهم تاريخ من العمل المسلح ضد الحكومة بدعم إيراني حيث قاد عيدروس الزبيدي تمردا مسلحا ضد الحكومة الشرعية في عدن الشهر الماضي واتهمت الحكومة على الفور دولة الإمارات بالتخطيط والتمويل والتنفيذ يشبه التمرد إلى حد كبير انقلاب الحثين في سبتمبر عام 2014 ضد الحكومة الشرعية وما قبل الانقلابين قصص استخدام القادة الانفصاليين مثل الزبيدي كبنادق للتأجير من إيران حتى الإمارات مرورا بضاحية الجنوبية في لبنان في تخادم بين الدولتين تحدده المصالح والمخاوف المشتركة يعتقد مسؤولون في المخابرات اليمنية ومختصون في الشأن الإيراني أن العلاقة بين الانفصاليين الجنوبين وإيران تعود إلى عقب 1994 حين قامت إيران بمنح العلاج لقادة الحرب والضباط الانفصالين وساهمت لبنان كذلك في تعزيز علاقة هذه الجماعات المسلحة في الجنوب بالمؤسسات الإيرانية المختلفة العسكرية والأمنية منذ سنوات عدة ذهبت لوداع صديق فرنسي كان سفيرا لبلده في اليمن وقد اعترف لي بأنه رغم طول فترة إقامته وعمله في اليمن سيخرج منها كما دخلها لأول مرة لا يدري حقيقة ما يحدث فيها هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور نحن لسنا موقدين في الغموض والأحاج إلى درجة عاصية على الفهم ولسنا قوما من الجن أو رهطا من العفاريت قد توحي بعض أفعالنا بشيء من الأولى وبعض أشكالنا بشيء من الثانية لكننا في صلب المقام أبسط من البساطة ذاتها وأكثر آدمية من معظم شعوب المعمورة لكن مشكلتنا الحقيقية هي أن الله ابتلان بنفر من الأوباشي قدر لهم أن يحكمون فأوغل فينا نهشا وبطشا حتى باتت أحوالنا على شاكلة المسوخ لنا تاريخ ظل حبيس الماضي على غير تاريخ غيرنا من الشعوب الذي امتدى دافقا إلى الحاضر ومنطلقا نحو المستقبل لنا عقول لا تستطيع الإبداع إلا إذا انطلقت من أسر الوطن إلى خارجه بحيث يمكنك الاعتقاد بأن العقل اليمني لا يصلح البتة للعمل في اليمن لنا ثروات لا يتصورها بشر في إمكانها إغراق أهل هذه البلد في محيط من العسل يتدفق من جبال من ذهب لكن فينا كائنات أسطورية لها قدرات سحرية على إحالة العسل إلى خل والذهب إلى روس ابتلان الله بموقع طبيعي استراتيجي يغري الغزاة ويسيل لعاب اللصوص فاستحالت النعمة لدينا إلى نقمة عدى الإبتلاء بطعنة نجلاء ضربتنا في الخاصرة من جيران سوء بات الجار الشمالي يتوغل ويتغول أكثر مما كان دأبه منذ زمن بعيد انضم إليه الجار الشرقي الذي ظل لزمن طويل يتلحف مسوح الرهبان وثمت الجار البعيد الذي ترك جزره محتلة وجاء يحتل جزرنا ولم يبقى إلا الجار جنوبي غربي البحري ليكتمل محور الشر فإذا به قرصانا فاق بشروره قراصنة القرن الثاني عشر غير أن البلاء الأكبر والابتلاء الأعظم جاءنا من بعض أهلنا أكثر مما جاءنا من جيران السوء فقد انبرى بعضنا ينهش في لحمنا لاختلاف في الملة الصغرى وخلاف في العلة الكبرى وهي الحالة التي استشرى داؤها واستعصى دواؤها منذ أربعة عشر قرنا اليمن هي الملاك الذي لعنه الله وسخطه على هذه الصورة ولن يتلاشأ أثر هذه اللعنة مدام هؤلاء الأوباش يحكموننا في اليمن تتعدد معوقات الانترنت بشكل عام وتتضاعف مشاكل استخدام الشبكة العنكبوتية في الريف خاصة ويضافي لذلك بعض الإجراءات القمعية التي تفرضها الميليشيا الحوثية بعد اقتحامها للعاصمة صنعاء نهاية العام 2014 نطالع بهذا الخصوص من موقع بلقيس معوقات الريف اليمني في شبكة القرية الكونية إحصائيات غير رسمية أكدت ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت من أربعة ملايين مستخدم نهاية عام 2015 إلى قرابة سبعة ملايين مستخدم في منتصف العام 2016 ما يجعل الرقم مرشح للارتفاع أضعافا في السنوات الأخيرة نتيجة إقبال اليمنيين المتزايد على الشبكة العنكبوتية انتشرت الشبكات المحلية في ريف محافظة تعز من بعد العام 2016 حيث وصل عدد الشبكات التي تبث في منطقة المخلاف شمال مدينة تعز إلى ست شبكات ومع ذلك الخدمة ما زالت متردية بشكل ملحوظ يقول محمد أنه يحتاج إلى وقت طويل ليحصل على حلقة من مسلسل تركي اسمه كوت العمارة كما يتحين والده فرصة مناسبة لاستقبال رسائل واتساب ويذكر الريفيون نقطة إيجابية لانتشار الانترنت في مناطقهم أنه سهل الانتشار من عملية التواصل بين المغتربين وأهالهم بالصوت والصورة ولكن باعتمادهم على إحدى شركات الاتصالات الثلاث في اليمن ومؤخرا بدأت الخلافات تنشب بين بعض ملاك الشبكات ليصلوا إلى اتفاق بخصوص توزيع المناطق بحيث لا ينشر صاحب شبكة لاقطاته في نطاق شبكة أخرى عماد الحداد يرى أن ذلك مخلف الاستثمار البسيط إذ أنه من الأفضل أن يتسابق أكثر من اثنين في تقديم خدمات الانترنت لالريف انخفض إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للذهب الأسود في العالم مؤقتا إلى النصف بعد هجوم بطائرة مسيرة تبناه الحثيون وتسبب في حرائق في موقعين لعملاق النفط أرامكو يوم السبت الموافق الرابع عشر من سبتمبر في بقيك وخريس في شرق المملكة تابعت الصحف العالمية هذا الحدث المؤثر ونطالع من الصحافة الفرنسية وتحديدا من الليموند بعد هجوم الطائرات المسيرة المملكة السعودية تحاول إعادة تشغيل منشآتها النفطية ومع ذلك كانت السعودية تحاول يوم الأحد إعادة تشغيل منشآتها النفطية وأكدت شركة أرامكو النفطية أنها تستعى إلى استعادة ثلث إنتاجها بحلول يوم الاثنين الولستريت جرنال أمريكية نقلت عن مسعول سعودي قوله سنحرص على أن لا يعاني السوق حتى نعاود التشغيل بالكامل لمنشآتنا ووفقا لقناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيا الحوثي فقد تم استخدام أكثر من عشر طائرات مسيرة لهذه العملية المزدوجة التي أجريت على بعد ألف كيلومتر من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ خمس سنوات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال يوم الأحد أن الهجمات أدت إلى تعليق مؤقت للإنتاج في الموقعين المتضررين وهما يمثل حوالي خمسين في المئة من إجمالي إنتاج أرامكو السعودية حيث تنتج هذه المنشآت المغلقة موقعا خمسة ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميا أو أكثر من خمسة في المئة من الإنتاج العالمي اليومي من النفط الخام ووفقا للخبراء تظهر الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون أنهم يمتلكون أسلحة متطورة ويشكلون تهديدا خطيرا للسعودية خاصة منشآت النفط حول ذات الموضوع في القدس العربي هجمات أرامكو تكشف هشاشة السياسة السعودية تحت هذا العنوان نشرت الصحيفة افتتاحيتها مضيفة شكلت الهجمات التي نفذت فجر السبت الماضي على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريز شرق السعودية أكبر عملية في العنق السعودي وأدت إلى تعطيل كبير لإنتاج النفط السعودي قد يستمر لعدة أشهر تأتي الضربة على المستوى الداخلي السعودي في وقت حساس لولي العهد محمد بن سلمان الذي كان يعلق أمالا على اقتراب طرح جزء من أسهم أرامكو في السوق المالية ولذلك فقد أبعد وزير الطاقة خالد الفالح الذي كان يقال إنه ينصح بعدم الاستعجال في هذا الطرح وعين قبل فترة قصيرة أخاه عبد العزيز بن سلمان أما على المستوى الإقليمي من هتات بعد أحداث عدن اليمنية التي قام خلالها حلفاء الإمارات العربية المتحدة من الانفصاليين بطرد الحكومة الشرعية اليمنية من العاصمة الجنوبية لليمن وكشف الموقف السعودي المتواطئ مع الإمارات ضد حلفائها اليمنيين عن هزالة الأجندة السعودية المضطرة للتراجع أمام خطط الإمارات والتراخية أمام تصفية حلفائها المفترضين في الوقت الذي استطاعت أبو ظابي تمكين الميليشيات المرتبطة بها على الأرض وإرضاء إيران بإعلان انسحابها من اليمن وبذلك ضربت عصفورين بحجر واحد ورغم الضغوط الكبيرة التي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسها ضد إيران فليس متوقعا أن تغير الواقعة الأخيرة رغم خطورتها الكبيرة مواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد صار واضحا بالنسبة لكافة اللاعبين الإقليميين والدوليين أن استراتيجية ترامب الأساسية تقوم على مبدأ الصفقات وليس الحروب وهي الاستراتيجية المتبعة مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وكذلك إيران وبما أن الأمر كذلك فإن طهران تلعب اللعبة نفسها بالتصعيد المتدرج لخطورة هجماتها وقد أظهر الصمت الأمريكي عن كل العمليات العسكرية التي قامت بها حتى الآن في الخليج العربي وضد السعودية وكذلك إطلاق ناقلة أدريان داريا واحد ووصولها إلى هدفها عن نجاح هذه الاستراتيجية قامت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بعمل ما قالت أنها جولة حول حاضرة اليمن الأولى والتي تحولت إلى غابة لصوص وعنونت صنعاء في عهد الحوثيين مقابر وسجون وجوع يموتون على الأرصفة لم يعد ثمت ما يجده المتجول في شوارع صنعاء اليمنية وهي حاضرة البلاد الأولى غير معالم باهتة من البؤس ومقابر أنيقة تفنن الحوثيون في تشييدها والعشرات من السجون المبثوثة في أنحاء المدينة وعيون غائرة تبحث عن الخلاص من جحيم الميليشيا في أكبر شوارع صنعاء غربا حيث شارع الستين لم تعد تصادف إعلانا لافتا ولا ابتسامة مضيئة لإحدى عيادات الأسنان ولا لافتة لحضور ندوة ثقافية أو سياسية كما جرت العادة قبل سنوات الخراب الحوثي هناك فقط صور مجسمة لقتل الجماعة وشعاراتها الداعية إلى مقاطعة أمريكا وإسرائيل ومقتبسات من خطب زعيمها عبد الملك الحوثي لا تكاد تجد موقعا حكوميا أو مؤسسة لم تلطخ جدرانها باللون الأخضر الذي تتخذ منه الجماعة دالا على هويتها الطائفية المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية للوزارات وصولا إلى إيقونة صنعاء المدينة القديمة التي باتت جدرانها مكانا أثيرا لأصباغ الشعارات الحوثية في الصباح الباكر جدا تستفيق على أصوات أنابيب الغاز التي يدحرجها السكان وهم يتسابقون للأصول إلى نقاط التوزيع التي خصصتها الجماعة عبر مسؤولي الأحياء يتحدث أحد الأهالي وهو يعمل مهندس كمبيوتر بحزن ويقول للشرق الأوسط بات الحصول على أنبوبة غاز للطهي إنجاز كبير لأي أسرة في صنعاء بعد أن احتكرت الجماعة الحوثية طريقة التوزيع وبالأسعار التي تفرضها نطالع من الجارديون البريطانية تقرير لباتريك وينتور بعنوان التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران يحد من قدرة الميليشيات أصبح أمر غير محتمل ويقول وينتور في التقرير الذي ترجمته البي بي سي نتصريح الجري لوزير الخارجية الأمريكي مايك بيمبيو أن إيران مسؤول عن الهجمات على منشأتين سعوديتين للنفط لم يأتي مدعوما بأدلة ولكنه يخمد أي احتمال بأن ترامب سيبحث أي لقاء مع طهران في القريب العاجل أو أن يجري مباحثات تمهد للسلام مع الحوثين ويقول الكاتب أنه حتى هذه اللحظة لم توجه ربا أصابع الاتهام لأي جانب وأن بريطانيا في تصريح الذي أدان الهجوم لم يوجه اللوم بصورة مباشرة إلى إيران ولكن بريطانيا دعت فقط الحوثين إلى أن يكفوا عن أنشطتهم الكلمة مفتاح الكلمة باب تحت هذا العنوان كتبت عائشة بالحاج مقالها المنشور في العرب الجديد الكلمة أصل المعرفة وهي معرفة ومفتاح كل معرفة وأي بحث عن معرفة لا يكون إلا بالكلمة اختر كلمتك فهي دليلك ودليل عليك يقول النفري إذا اتسعت الرؤية ضاقة العبارة ثم يقول لا تأخذ خبر من الحرف وبين ضيق العبارة وعماء الحرف تقف الكلمات التي نختار التعبير بها فاضحة جهلنا وتحيزنا إنها مركز الكون الذي نمثله أو نتمثله الطريقة التي تحيل بها الكلمات على عوالم بأسرها وعلى حقائق مجهولة أو يتم تجاهلها تغيب عن أذهن كثيرين فيما يكتبون من دون وعي بخطورة حمولة الكلمات التي يختارونها يكفي أن تعلن عن موقفك الفردي والجماعي برفض قرارات غير عادلة لتوصم بالخيانة في بلدان لم تقرر موقفها بعد من الديمقراطية وهذا أمر ممتد في الزمن الماضي والمستقبل إلى أن يريث الأرض قوم آخر وهكذا تقضي على تاريخ من المقاومة والعنفوان وتزرع بذرة الجبن لأنك عاجز عن اختيار كلمة أكثر دقة كلمة ليس مأزقا تاريخيا وليست شهادة على فشل سياق حاول دفن الحقيقة هذه التي تجد دائما طريقها للظهور ولو بأغرب الطرق الحقيقة التي تطورط كلمات كثيرة في التعبير عنها لكن بعضها يعبر عنها ويمنح الآخر مفتاحنا مفتاحا من أين جئنا وكيف نمضي في الحياة بحمولتنا من الكلمات التي تشبهنا والتي التقطناها واحدة واحدة ثم نعيد رميها بالطريقة نفسها في نهر الحياة قد تختلف وقد تتفق معهم لكنهم سوف يجتمعون مساء اليوم في بلدة ماتيرا جنوب إيطاليا ولكن منهم؟ إنهم رجال دين يهود ومسلمون من نحو 15 بلدا الـ DW يعلق آئمة وحخامات يطلقون مبادرة أوروبية فريدة إنهم وفقا للموقع الألمانية اعتزمون مستقبلا التعبير عن مواقفهم بشكل مشترك يقول طرف بغغاتي والذي هو مهندس بنا في فيينا ويعد أحد الآئمة البارزين في النمسا أعتقد أن هذه الصيغة من العمل فريدة من نوعها في العالم وهي بمثابة زهرة صغيرة يجب الاعتناب بها ورعايتها يأتي لقاء رجال الدين في إطار بعد جديد من الحوار اليهودي المسلم الذي يخيم عليه في العادة نزاع الشرق الأوسط ويأتي إلى متيرة أئمة وحخامات من إيرلندا حتى اليونان ورومانيا ومليتوانيا حتى البرتغال الأمين العام لمؤتمر الحامات الأوروبية تحدث عن حوار رسمي وغير رسمي وضح أنه لن يتم نسيان أنه يوجد على الجانب المسلم الكثير من المجموعات التي لا تريد التحدث معنا ليس كل شيء على ما يرام لكننا نريد تبادل الحوار مع المستعدين له لبناء مستقبل جديد مشترك إذا طلب منك صاحب العمل أن تحدد راتبا لنفسك قد يبدو الأمر للوهلة الأولى يسيرا لكنك ستجد صعوبة في تحديد الرقم وقد تخشى أن توصف بالجشاء هناك شركة تطلب من موظفيها القيام بذلك ونطالع تفاصيل الخبر من البي بي سي قصة الشركة التي يحدد فيها الموظفون رواتبهم بأنفسهم ونبدأ من حالة الموظفة سيسيليا مندوكا البالغة من العمر 25 عاما والتي تعمل في شركة تعتمد على مبدأ التقييم الذاتي في تحديد رواتب الموظفين ويعني ذلك أن الموظف هو من يحدد بنفسه الراتب الذي يتقضاه بناء على كفاءته وأدائه فقد قررت سيسيليا في الفترة الأخيرة رفع راتبها بقيمة 7000 جنيه سرليني ليصبح 37000 جنيه سرليني في العام وفي حديث لأحد برامج القناة الخامسة في إذاعة البي بي سي قالت سيسيليا تردت كثيرا قبل أن أطلب زيادة في الراتب فنقشت الأمر مع عدد من الزملاء علما أن وظيفتي تغيرت وعملي توسع أكثر مما كان عليه وضف سيسيليا كنت أعلم أنني أستحق هذه الزيادة ومع ذلك تردت خوفا من أن أصف بالجشع لأن السيد هو أن يقنع الإنسان بما عنده ولكن عندما تحدثت إلى زملائي وطلبت منهم النصيحة إذ كنت أستحق هذه الزيادة كانت إجابتهم نعم تستحقينها بكل تأكيد تعمل سيسيليا في شركات جراند تري والتي تسمح لموظفيها بتحديد الرواتب التي يستحقونها وبإمكانهم مراجعة هذه الرواتب وطلب الزيادات التي يرغبون فيها ما تشاءوا تقول سيسيليا أيضا أن اثنين من الموظفين في الشركة قرر بإرادتهم خفض راتبهما بعدما تغيرت وظيفتهما ويدير توم هاردمان شركة سماركتس وفيها 120 موظف يحددون رواتبهم بأنفسهم يقول من أجل تحديد الرواتب نناقش مع الموظفين إمكانية الشركة المالية وما الذي يمكن أن تصرف على الرواتب وعندما يشارك الموظفون في هذا النقاش تكون مطالبهم معقولة الواضح هو أن إيران تتصرف كأنها ثورة تخشى التحول إلى دولة لأن مثل هذا التحول ينسف مشروع الإنقلاب الكبير المبني على تصدير الثورة هذا جزء من مقال كتبه غسان شيربل ونشره في صحيفة الشرق الأوسط التي يرأس تحريرها في عالمنا الحالي تبنى العلاقات بين الدول استنادا إلى مبدأ القانون الدولي والمصالح المتبادلة بإرساء ذلك لا بد من أن يكون مفهوم الدولة هو الغالب المشكلة أن إيران تتوكأ على منطق الدولة حين تجد مصلحتها في ذلك لكن جوهر سياستها يبقى كامنا في منطق الثورة التي ترفض العيش ضمن خريطتها وترفض الاعتراف بالحصانة التي يعطيها القانون الدولي لخرائط الآخرين وما كان الأمر ليشكل معضلة لو أن إيران بنت على أرضها نموذجا سياسيا أو اقتصاديا جاذبا يمكن استلهامه طوعا ولا تروج له خارج لغة الدبلوماسية والإعلام لكن الذي حدث هو أن طهران حاولت وبذرائع مختلفة التسلل إلى أراضي الآخرين لفرض قدر من نموذجها وبما يكفي لجعل الدول المستهدفة تدور في فلكها هذه الاختراقات القصرية وبوسائل من خارج أصول التخاطب بين الدول المستقلة والسيدة حولت التدخلات الإيرانية نهجا لزعزعة الاستقرار لا نحتاج هنا إلى سوق الأمثلة تزايد النفوذ الإيراني في هذه العاصمة أو تلك لم يؤدي إلى إشاعة استقرار أو التمهيد لازدهار بل أدى إلى إشاعة التوتر وتجويف الدول من مقوماتها الأساسية وزرع أسباب التوتر في علاقاتها بالعالم دول كثيرة وبينها السعودية حاولت فعلا بناء علاقة طبيعية مع إيران لكن هذه الدول اصطدمت باكتشاف أن الدولة الإيرانية ومؤسساتها ما هي إلا عباءة تتحرك تحتها سياسة الثورة التي تجيز لنفسها اختراق خرائط الآخرين والسعي إلى تبديل التوازنات على أرضهم وفي عواصمهم أكثر من 200 صورة من أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وإستراليا وأوروبا تظهر جميعها التعقيد الهائل للحياة الحديثة وهي تعرض حاليا أو تعرض حاليا في المتحف الوطني في لندن ضمن معرض يحمل اسم الحضارة الطريقة التي نعيش بها الآن وقد نشرت الغاردية البريطانية عدد من تلك الصور نستعرضها معكم في جولتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره هناك من يعبر بالكلمات والصور وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد من بين هذه الفنون الكاركاتير الذي أصبح أسلوب لقول الكثير مجموعة من رسوم الكاركاتير نتابعها معا في جولتنا الأخيرة لحلقة هذا اليوم مجموعة من رسوم الكاركاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم نلقاكم غدا في حلقة جديدة من كشك الصحافة يامدلا